موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا مكة المكرمة في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجا والترمذي والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت يشكل هذا الحديث قاعدة ينطلق منها بعض العلماء والمفكرين في التنظير لمفهوم الوطن الذي أحيط بكثير من القداسة في أدبيات المسلمين في العصر الحديث فما مفهوم الوطن ومن أين يستمد مشروعيته وهل ثم تلتقاء بين فكرة الوطن وطبيعة الانتماء إليه وبين مقاصد الشريعة أي وطن ذاك الذي يمكن للمسلم أن يعظمه ويعقد الولاء له يسعدني الترحيب بضيف الحلقة الدكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة أهلا وسهلا بكم دكتور أهلا بكم وسهلا ومرحبا بشهادة المشاهدين دكتور بداية لو انطلقنا من ناحية مفاهمية تعريفية هل الوطن هو قطعة جغرافية يولد الإنسان فيها ويعيش فيها ومن ثم تتأسس على هذه الحالة علاقة ود وولاء وارتباط أم أن الوطن هو قضية أعمق من ذلك وأبعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن الحديث عن الوطن حديث عن المكان الذي يقيم فيه الإنسان كل مكان يستوطنه الإنسان فهو وطن حسب أعرف اللغة واستعمالاتها فإن الوطن مرتبط بالإقامة سواء كان ولد في هذا المكان أو لم يولد لكن المقصود لاستلاح بهذه الكلمة يشير إلى المكان الذي ارتبطت حياة الإنسان به أو أكثرها مكان الميلاد والتربية والمعيشة والطفولة والشباب يعني ما ارتبطت به جانب كبير من حياة الإنسان فالنشأة والتواجد في مكان ما ينشي علاقة بين الإنسان وبين هذا المكان فيشعر بنوع من الرباط ليس مجرد رباط مادي ولكن أيضا رباط مشاعري الإنسان يعني اعتادت نفسه حب من ألفهم من الناس وما ألفهم من المكان وما ألفهم من الأشياء حتى وهذا شيء قريب من الفطرة فالوطن هو مكان صحيح ولكن الاستواح الحديث قصد به الإشارة إلى المكان الذي ينتمي إليه الإنسان على أساس أنه أرض أجداده وأرض أسلافه فهو يشعر بأن جذوره هنا وأن أصوله كانت هنا وأنه حتى هو نفسه ولد وربي وعش في هذا المكان هل يوجد تصور في الإسلام للوطن لمفهوم الوطن؟ الإسلام يعني باعتباره دينا فإنه يقدم قاعدة مفاهيمية عامة عن هذا الوجود فيربط الإنسان أول ما يربطه بالأصل الأول وهو ارتباطه بخالقه عز وجل ثم تأتي الارتباطات الأخرى بالظروف الزمانية والمكانية التي ينتمي إليها الإنسان الإسلام لا ينكر هذه الانتماءات بمعنى أن الأصل في الانتماء هو انتماء الإنسان إلى ربه وخالقه عز وجل انتماء العبد إلى معبوده والمربوب إلى ربه سبحانه وتعالى ومن خلال هذا الانتماء تفسر كل العلاقات الأخرى علاقة الإنسان بقومه علاقة الإنسان بأهل زمانه علاقة الإنسان بالمكان الذي ينتمي إليه بل علاقة الإنسان بالأماكن الأخرى فالإسلام لا يلغي هذه الاشتباطات ولا ينفيها ولكنه يقدم فيها رؤية لعل الأسئلة القادمة تشير إليها لكن يقدم لها رؤية بعيدة عن أنواع التطرف المختلفة التي يمكن أن يقع فيها الإنسان فالإسلام لا يلغي هذه الأشياء ولكنه لا يقدم الوطن باعتباره شيئا من بنيان الدين نفسه ولكنه انتماء طبيعي ينتمي إليه الإنسان كما ينتمي الإنسان إلى قومه فإنه ينتمي إلى الأرض التي ولد فيها إذا أخدعنا الانتماء للوطن وحب الوطن إلى أحكام الشريعة فما الحكم الذي يدخل تحته الوطن والانتماء له وحبه خصوصا وأن كثيرا من الناس يجري على لسانها القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حب الوطن من الإيمان وقد فصل أهد الحديث في هذا وقالوا أن هذا موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني هل هذا لو كان موضوعا هل هذا يصح في معناه وفيما يؤدي إليه هذا الحديث وأي حكم يدخل تحته حب الوطن والانتماء إليه يعني المسألة تتعلق بملكية الإنسان الأشياء وهل دفاعه عن هذه الأشياء التي يمتلكها منها أرضه وبلده ووطنه الذي ينتمي إليه ملكياته لهذه الأشياء هل هو حر في التنازل عنها هل هو حر في يعني تركها أو كذا المسألة مرتبطة بالظروف والأحوال التي عيشها الإنسان نحن نعرف أن ظروف الإنسان في وطنه إن كان وطنه يعني أرضا عاش فيها الإسلام وسكن فيها وأقام زمنا طويلا فمن حقه أن يعني يحفظ أو يحافظ على وجود الإسلام في هذا المكان أو من الواجب عليه أن يحافظ على وجود الإسلام في هذا المكان بمعنى أننا لا نريد أن ننظر إلى المسألة باعتبارها تعبر عن ظرف واحد هناك ظروف مختلفة يعيشها الإنسان في وطنه نفرض أن وطن إسلامي استعمر ولم يقم فيه للشريعة صوت وسعى المستعمر إلى إلحاق كما حدث في الجزائر مثلا وكما حدث في أنحاء أخرى من العالم الإسلامي استعمر هل نقول أن هذا لم يصر وطنا وليس له حق علي المسألة ترتبط بالظرف الذي يعيش هذا الوطن فعلماءنا اتفقوا على أن أرض الإسلام إذا تعرضت لعدوان فيجب أن يقوم الناس بدفع هذا العدوان قدر استطاعتهم فهنا فكرة الوطن نسبية العلاقة بين الإنسان وبين الوطن هي التي تحدد موقفه في هذا نفرض مثلا أنه يعني قامت في حالة أخرى يعني قامت في الوطن حكومات من الجبابر والظلم والفجر منعوا الناس من إقامة الدين وهددوا حياتهم وكذا فالإنسان تحوله عن هذا الوطن ربما يكون ظرفا ضروريا يدفع إليه دفعا هنا أنت تتحدث عن الهجرة أو الانزياح وهذا قد يكون خلاف الذي يعني نريد أن نبينه أو أريد أن أسألك عنه عفوا دكتور يعني أنت قلت بأنه إذا ما جاء المستعمر إلى هذه الأرض وأراد أن يلحقها بثقافته وعقيدته وحضرته وضربت في ذلك مثلا عن الجزائر عندما يهب المسلمون بناء على فتوى العلماء وبناء على نصوص الشريعة للدفاع عن هذا الوطن هل هم يدفعون عن هذا الوطن الجغرافية والذكريات والمشاعر أم أنهم يدافعون عن بيضة الإسلام وعن عزاز الإسلام في هذه البقعة الجغرافية لأن تحديد هذا الأمر مرتبط كثيرا بتحرير مفهوم الوطن هو دفاع عن الضروريات كلها والضروريات المعروفة في الشريعة الدين إحدى الضروريات وأيضا ما تملكه من مال الأرض وهذه مال عبارة عن مال فتدخل في ضرورة حفظ ضرورة الدين وحفظ ضرورة المال في نفس الوقت بل حفظ ضرورة العرض لما يتعلق بذلك من أن الوطن ست ستر لأصحابه فالإشارة إلى أن المسألة النسبية تتعلق بحال الوطن نفسه وأن الواجب في حال قد لا يكون واجبا في حال أخرى هو الذي يشير إليه هنا ففي حال دفاعنا عن الوطن نحن ندافع عن الدين وندافع عن في نفس الوقت ندافع عن العرض ما يملكه الإنسان هذا ملك الإنسان فهذه ضرورة شرعية لا بد أن يحفظ عليها ونحن نتذكر في هذا ما جرى للمسلمين في الأندلس فحينما أزيلت آخر دولة إسلامية في الأندلس وهي غرناطة بدأ الناس يرسلون العلماء في ناحية المغرب أهل الأندلس يعني يريدون منهم فتوى هل نظل في هذا الوطن الذي سيطر عليه الإسبان النصارى هل نظل فيه وأنه صار أرض كفر ويجب الهجرة منه بل شاع في الهند كذلك لما سيطر عليها الإنجليز وصارت خاضعة لهم تماما شاع أمر بأنه يجب الهجرة من هذه الأرض لأنها صار أرض كفر المسألة لا ينظر له بهذه الصورة لا ينظر له بهذه الصورة نحن لا نعبد الوطن ولا نعتقد أنه وثن يقدس ولكن نعتقد أن العدو حينما يزاحمنا على وطننا نحن أحق به منه لسنا مع النزعات المتطرفة في تقديس الأوطان وتقديمها وإعلائها فوق قيم الدين نفسه ولكن أيضا لسنا مع الاعتبار أن أقل مزاحمة في الوطن وأقل محاولة لاستلاء عليه تحول إلى أرض كفر ننزح عنها نحن نتركها لغيرنا هذه الوثنية وتطرف الوطنية إلى آخره ربما نبحثها في مرحلة متقدمة من الحلقة لكن قبل ذلك أليس الوطن بمفهومه الراهم الحدود والنشيد الوطني والجيش والجغرافية المحددة هو فكرة غربية جاءت نتيجة مخاضة فكريا عسير انبثق عنه الدولة العلمانية والدولة القومية بلا شك الغرب حينما بدأ يغير مساره في العصر الحديث وتخلص من سلطان الكنيسة أو وضعها على هامش الحياة لا بد أن يبحث المجتمع عن جوامع تجمع الناس جوامع معنوية يستطيعون بها أن يضموا هذه الجموع في داخل الوطن فكانت فكرة القومية وكانت فكرة الوطنية كذلك من الأفكار التي طرحت لكي تجمع هؤلاء الناس بمعنى أن المجتمعات لا تستطيع أن تقف هكذا بدون إطار تتحرك في داخله فالانتماءات التي تجمع الناس مثل انتماء إلى العائلة والقبيلة والبالد والقومية الانتماء إلى المدينة والوطن وكذا دعت إلى هذه المسألة ربما كانت المسألة من زاوية أخرى هي البحث عن بديل عن الدين فلما قامت الثورة الفرنسية واستطاعوا بعد ذلك في عموم أوروبا أن يتخلصوا من سلطان الإقطاع وسلطان الملكية وسلطان الدين كذلك بدأوا يشعرون بأن المعبود القادم أو الجامع القادم هو العقل وبالتالي الإنسان يستطيع أن ينظم لنفسه نسقا حياتيا مختلفا عن نسق الدين السماوي كما ينظر إليه فكانت فكرة القومية وفكرة العلمانية وفكرة الوطنية من الأفكار التي نتجت عن هذا الصراع الإنسان مع الحياة هذا صراع الإنسان مع الحياة حاول أن يصوغ الإنسان صورة أو أخرى بديلة عن الدين لكن نحن طبعا مختلفون في تجربتنا لأن الدين غير الدين فبالتالي البحث عن بديل عن الدين هذه مسألة بالنسبة لنا مسألة خطأة أماما ربما هو يسوق عنده أن يبحث عن بديل عن الدين بسبب ظروف نشأة الدين وتطوره الذي حدث للمسيحية بعد عيسى عليه السلام نعم الموضوع فيه الكثير من الحديث أريد أن نذهب إلى فاصل قبل العودة لاستكمال هذا الحديث معك لأننا يجب أن نحرر طبيعة هذا الوطن وماهيته وكيف يمكن المسلم أن ينتمي لوطنه بما لا يؤثر على عاقدته والأخوة الإيمانية لكن نذهب إلى فاصل أخيرا وأذن تالي نواصل حديثنا بعد فاصل قصير لأن الأحداث تصنعها الشعوب المكافحة تنقلها القنوات الرائدة لأن فلسطين تعيش في قلوب الأحرار لا بد أن نعيش فيها ومعها لأنها تستحق أكثر من مجرد تغطية إخبارية أعمق من نقاش وتحليل وأبعد مما وراء الأحداث نحن عينك على فلسطين برنامج من فلسطين على قناة الرافدين أسعدكم الله ما زلنا وإياكم في الحديث عن الوطن في التصور الإسلامي والحديث دائما مع دكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة أجد الترحيب بكم دكتور أهلا وسهلا بكم برخبط أريد أن أسألك عن طبيعة الوطن الذي قدم الإسلام رؤيته أريد أن أعرف ما هو هذا الوطن الذي يقبل به الإسلام بحيث لا ينازعه في الولاء عند المسلمين وفي الانتماء ما هو هذا الوطن هل هو كما نراه اليوم في الدول العربية والإسلامية حيث الحدود المصنوعة وحيث النشيد الوطني وحيث العلم والراية التي تقدس ويموت من أجلها الناس هل هذا هو الوطن الذي يريده الإسلام أو يقبل به هو الإنسان يعني لو نظرنا في طبيعة حياته والإسلام يحترم القوانين الطبيعية في حياة الناس لأنها من صنع الله عز وجل قد ينتمي إلى عدة أشياء في وقت واحد أطر معينة يعني يعني مثلا انتماؤه إلى أسرته التي ينتمي إليها وانتماؤه إلى المدرسة التي درس فيها انتماؤه إلى المذب الفقه الذي يتبعه انتماؤه إلى المذب الكلامي إن كان له مذب كلامي انتماؤه إلى المدينة التي نشأ فيها كل هذه الأشياء ليست منكورة عندنا ما لم تطغى على الأصل هو الانتماؤ إلى الملة والدين وهذا والجامع الذي يجمع الأمة كلها بمختلف قومياتها وبلدانها وأوطانها التي نتجت عن مرحلة الاستعمار وتقسيم الأمة واسقاط الخلافة الأخيرة يعني الانتماء الأكبر والأهم وهذا الانتماء الأساسي إلى الدين لكن هذه الانتماءات الأخرى الصغرى ما لم تتقاطع أو لم تلغي أو لم تضعف أو لم تصادم حقيقة من حقائق الانتماء الأصلي فإنها ليست إشكالية بل يمكن توظيفها في دعم الأصل والانتماء إلى الدين والملة والعقيدة أحيانا بعض الناس يقول إن الحل في حياتنا في المجتمعات التي تعيش في وطن الواحد وهي متنوعة بطبيعتها قوميا أو دينيا أو مذهبيا أن تطبق العلمانية فيها وهذا الحقيقة يعني يناقض العقل ويناقض التاريخ تاريخ هنا يشهد أن هذه الأمة كانت من أكثر الأمم تنوعا في داخلها في اللغات وفي القوميات وفي المذاهب وكذا ومع ذلك كانت كثيرا ما تعيش تحت سلطان واحد وأمير واحد في بقع شاسعة لكن كان الإسلام مهمنا لم يكن كما هو الآن إن الإسلام متساويا مع أي شيء أخر أنا أفضل أن هذه التجربة التاريخية تثبت أن الإسلام هو الحل للمجتمعات المتنوعة أنا أقول هذه الكلمة حتى لو الدولة التي ليس فيها إسلام يمكن أن تحل مشكلة التنوع بأن يطبق الإسلام لماذا؟ لأن الإسلام يؤمن بأن الناس مهم اختلفهم ناس كلكم لآدم وآدم منتراب كلهم يجب أن تحترم حقوقهم وأن توضعه لكن مع ذلك في الدولة التي يغلب على أهلها المسلمون أو حكمها الإسلام زمنا طويلا ينبغي أن يكون لشريعة احترامها وموضعها وأن يكون للدين مكانته في الاعتراب بأنه هو دين هذه الدولة وكذا يجب أن يضع له هذا الاعتبار أقصد بهذا أن الإسلام يقدم رؤية حول هذه التنوعات في الوطن الواحد في حيث أنه يصلح لأي مكان لا نقول العلمانية تصلح لأي مكان العلمانية لا تصلح العلمانية الفرنسية لم تستوعب ويرعلها أرقى العلمانيات عندهم لم تستوعب التنوع لم تستطع أن تبتلع هذا التنوع الذي يوجد في بيئاتهم بل أظهرت عنصرية مقيتة ضد الآخر الملون أو الآخر المخالف في الانتماء إلى مذهب أو دين مختلف قلت إن الإسلام يقبل بتعدد دوائر الانتماء وطرحت في ذلك عددا من الأمثلة أريد أن نركز على قضية الوطن إلا إذا تصادم هذا الولاء والانتماء مع حقيقة من حقائق الإسلام والمل متى يتصادم الوطن مع الإسلام يعني أضرب مثالا مثلا لو أن الناس غلوا في تقدير أوطانهم ما معنى الغلوه؟ غلوا وقال مثلا واحد قال قريتي أو مدينتي أو بلدي مثلا لتكن مصر أو غيرها هي أحسن أرض العالم وكذا وأم الدنيا وصفت بأوصاف ترقى بها على كل البقاء في الأرض نحن نعرف أن الله عز وجل يعني سوى بين الأرض كلها يعني ليس هناك اختلاف بين الأرض كلها إلا في بعض المواضع التي يعني جويلت لها منزلة خاصة مكة والمدينة وبيت المقدس وحتى كل المساجد وحتى كل المساجد سوية بين كل المساجد ليس هذا طبعا دعوة للتفريط في بلادنا وأوطاننا بالعكس نحن أحق بها هي بلادنا وأوطاننا يعني سكن فيها الإسلام وأقام وأقام لها حضارة انظر إلى هذه البلاد لم تقم فيها حضارة محترمة لها اعتبار إلا مع الإسلام يعني منذ منذ يعني منذ احتل الرومان مصر منذ احتل الرومان مصر على سبيل المثال نبقى مع مثال مصر منذ احتل الرومان مصر لم تقم فيها حضارة ولم تقم فيها لم يقم فيها مجد يعني يعتز به إلا مع الإسلام منذ منذ احتلها الرومان نعم كان هناك فترات سابقة قديمة الفراعين كان لهم مجد عسكري وكذا وثقافي قديم وكان لهم بعض المجد أيام الدولة البطلمية حينما كانت الإسكندرية عاصمة ثقافية للعالم لكن مع دخول الرومان تراجعت مصر إلى أن جاء الإسلام وسجلت في خلال التاريخ الإسلامي صفحات عظيمة من المجد بعد أن تراجع الإسلام في مصر أيضا بدأت كأنها دولة قومية ضيقة الأفق يعني ليست بالاتساع الذي كان خلال تاريخها السابق فالدوائر الامتباء هذه لا تلغى ولكن بشرط أن لا تصدم الإسلام قد يكون الغلو بشكل أو بآخر يظهر يعني ممكن أضرب مثالا ألم يتسرب سأترك لك المجال تكمل الفكرة لكن حتى لا تضيع الفكرة مني أليس القبول بفكرة الوطنية بمفهومها الحديث المتأتي من الغرب الدولة العلمانية والدولة القومية هو الذي أفسح المجال لهذا الغلو أعطى من آثاره المفهوم الوطنية يبحث عن فراغ ليعمل فيه يبحث عن فراغ معنا أنه ليس هناك إطار يجمع هؤلاء الناس فلذكرنا الوطنية نحن لسنا ليس عندنا فراغ عندنا إطار يجمع هنا وهذا الانتماء إلى ثقافتنا وديننا والوطن جوز من هذه الثقافة وجوز من هذا الاعتبار بالانتماء إلى الدين والمكان الذي عاش فيه الدين تاريخه هذا لكن لا ننظر إلى هذه المسألة بالعصبية التي تجعلنا نشعر بأننا أفضل الناس وخير الناس وأن بلدنا خير البلاد وكذا بهذه النازع التي ظهرت في بعض الشخصيات والعجيب أن رجلا مثل مصطفى كامل الوطن المصر المشهور كان يعتز جدا بالانتماء إلى الجامعة الإسلامية والدولة العثمانية ومع ذلك كان من أشد الناس ربما بدأ فيه شيء من الغلو في الانتماء إلى مصر مشهور في خطبه التي كان يقول فيها لو لا أكن مصريا لكنت مصريا ربما الاعتزاز جيد الاعتزاز بالأوطان أمر جيد ولكن ينبغي أن يكون الإطار الحاكم في هذه النظرات الاعتزاز بالأوطان أمر جيد كيف يكون الاعتزاز بالأوطان أمرا جيدا ألا يكون الاعتزاز مثلا بالديني بالإسلامي بالعقيدة كيف يمكن التوفيق بين أن يعتز المرء بعقيدته وبإسلامه وأن يعتز في الوقت نفسه بوطنه الجامع بين الأمرين كيف يكون الإسلام سجل صفحات عظيمة من الحضارة والثقافة أين سجلها؟ سجلها في خلال الأماكن في خلال مكان فهذه الأماكن التي شهدت مجد هذه الأمة مثل عواصمنا الكبرى الدمشق وبغداد والقاهرة وفاس وسائر المدن التي شهدت تاريخنا وصفحات التاريخ العظيمة التي استفادت منها البشرية من حقنا أن نعتز بهذا ومن حقنا أن نصر على أن تبقى هذه المدن مضيئة باسم ديننا وباسم شريعتنا لكن الاعتزاز هنا دكتور ليس اعتزازا وطنيا وإنما اعتزازا بهذه البقعة الجغرافية التي حمت بيضة الإسلام ونشرت الإسلام ودافعت عنه ليس اعتزازا وطنيا كأننا ننظر إلى هذه القضية بمنظار إسلامي أو بمنظار الدين نفسه بمعنى أننا لا نستطيع أن نلغي هذا الانتماء لا نستطيع أن نذيب هذا الانتماء إلى البلد والوطن لا نستطيع أصلا وعني أنا أريد أن أشيل نقطة بعض الأحكام الشرعية التي تؤكد أن الانتماء للوطن أمر معتبر ولكن على ألأ بالشروط السابقة إلى الوطن أم إلى البقعة التي يعيش عليها الإنسان هذا هو الوطن ربما يكون هناك فارق دكتور في أنه يعيش في الخارج يعني هناك تعرفون هناك أحكام النفي يعني من العقوبات التي تطبق في الشريعة النفي مثلا مثلا الشريعة تحدثت عن الزاني المحصن الزاني غير المحصن أنه يجلد ثمانين وينفى عاما هذه عقوبة شرعية فإذا النفي من الوطن مدم عقوبة إذن الارطبط بالوطن أمر يعني له اعتبار وأيضا هناك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وردونهم من خلافنا وينفوا من الأرض فالإبعاد عن الوطن صار عقوبة شرعية قد يقول قائل هنا ليس إبعاد عن وطن بقدر ما هو إبعاد عن الأهل والأحباب والأصحاب وعن البيئة التي تطبق فيها الشريعة والتي إنسان اعتاد أن يعيش فيها وليس الوطن بالمعنى المتعرف عليه في يوم من هذا أو من أين جاء معنا الوطن جاء من المعنيين ارتباطي أنا شخصيا بهذا المكان وحياتي وارتباطي أيضا بالساكنين فيه فهنا يشعر الإنسان بهذه العاطفة التي تربطه به طيب يعني أنت هنا دكتور طبعا ويتسع صدرك لكي أنقل أنا معارضات هي موجودة في النهاية في الشارع الإسلامي أي انتماء يجب أن يحمله المرء إذا ما كان الوطن الذي ولد فيه أو حتى عاش فيه يعيش على ضد من الإسلام يحارب الإسلام يحارب المسلمين بل إنه يقتل المسلمين أو يعتقلهم أو يعذبهم لمجرد أنهم مسلمين أو متدينين يريدون أعزازا للشريعة أي ولاء وانتماء يجب أن يحمله هذا الذي ينتمي إلى هذا البلد بينما هناك بقعة جغرافية أخرى لا يرتبط بها ارتباط مباشر يعز فيها الإسلام وتصان فيها الشريعة أين يكون هنا الوطن وأين يكون هنا الولاء والانتماء تأكد سيدي أن الطغاه لو أوصلون إلى هذا الشعور فيكونون قد نجحوا فيما يريدون في أننا قلنا لقد سيرتم أوطاننا جهنم ونحن نتركها لكم فخذوها خالصة لكم من دون المؤمنين نحن نلاسنا هؤلاء المتعصبين الذين يعني يرفعون راية الوطنية ولا القومية بشكل يعني فيه تطرف وغلو ولكننا ننظر إلى هذه القضايا على أنها انتماءات طبيعية وأنه يعني جذورنا هناك جذور هذه بلادنا وأوطاننا بلاد الإسلام وأوطانه فلو أننا قلنا مثلا إن إخواننا يعذبون ويقتلون في فلسطين إذن ليبحثوا لهم عن أرض أخرى تكون يعني أكثر أمنا وهذا مطلوب في الشريعة الهجرة أليس كذلك؟ الهجرة إذا كان يقتلون ويحاسبون ويضيق عليهم في أمر دينهم هناك فريق من من يقول بأن الهجرة قد تكون واجبة هنا لكن المسألة تقاس بالحالة الفتوى التي تصدر في مكان تقاس بالحالة يعني المرابطون عند المسجد الأقصى هؤلاء هؤلاء خير المرابطين وخير المقيمين في هذه الأرض لأنهم يعني يقاومون من يريد أن يذيب أنا لا أتكلم عن المسجد الأقصى وحده المسجد الأقصى له خصوصية لكن حتى سائر المدن التي عاش فيها الإسلام وعاش فيها حضرته يعني كما قلت لكم نحن لا نؤمن بالغلو في النظر إلى هذه القضايا القومية والوطنية ولكن في نفس الوقت لا ينبغي أن يبغضنا هؤلاء المجرمون والطغاة في أوطاننا هذه المدن التي صدحت بالأذان في العالم هذه المدن التي أرسلت الفاتحيين يعني دمشق هي التي أرسلت الفاتحيين ليفتحوا الأندلس أرجو المعذرة دكتور ربما تكون هذه الفكرة واضحة ولكن حتى يفهم الإخوة المشاهدون انطلاقا من نصوص الشريعة سواء في القرآن أو في السنة أو حتى في حياة الصحابة والتابعين رضي الله عن الجميع أو حتى من روح الشريعة ما هو الوطن الذي يمكن للإنسان المسلم أن ينتمي إليه وأن يعقد الولاء له حدوده يعني معالمه طبيعته فحواه الصورة المثلة للوطن في الإسلام وهذا الوطن الذي يحترم فيه الدين ويجد الإنسان فيه أمانه على نفسه وماله وعلى يعني سائر ما يملك ويجد أنه يمارس تطبيق دينه بحرية وتمام وأن سلطان الشريعة حاكم وأن ولاة الأمور والأمة نفسها يعني يرعون هذه المسائل يعني ويحترمونها هذه الصورة المثلة التي يرتبط فيها الإنسان ويعتبر انتماؤه إلى الوطن الصورة المثلة والصورة الطبيعية الحقيقية الصورة الأصلية لا شك لكن أنتم تعرفون أن الإنسان لا يعيش هذه الصورة دائما بل هي عرضة لأن ينكسر فيها جزء أو يغيب عنها شيء يعني نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الإسلام يعني أن عرى الإسلام يعني تحل عروة عروة وأول هذه العرى الحكم فحلت عرى الإسلام شيئا فشيئا فالصورة الكاملة يعني انتقصت من قديم لكنها لم تسقط إلا في العصر الحديث إذا ما خلت هذه المعالم وهذه المعايير التي تحدثت عنها عن الوطن في صورته المثلة أو صورته الطبيعية إذا ما خلت هذه المعالم ماذا ينبغي على المسلم أن يحمل في قلبه تجاه هذه البقعة الجغرافية التي تسمى وطنا أن يصر على أن يبقى الإسلام في هذه الأماكن ويتخذ لذلك طبعا أنا لا أتكلم عن حلات فرتي أنا أتكلم عن حلات جماعية نعم لما صدرت الفتاوى بأن المسلمين في الهند يجب أن يهاجروا منها تعرفون من الذي كان يشجع على نشر هذه الفتاوى الإنجليز أنفسهم الاحتلال كان يريد أن تهاجر هذه الملايين من المسلمين من هذا الوطن ويصفو للهندوس وللاستعمار الإنجليزي فهم يعرفون أن هذه الفتاوى خطيرة وهذه الفتاوى التي صدرت من المالكية أيضا في بلاد المغرب بأنه يجب على المسلمين الذين بعد سقوط غرناطا أن يهاجروا أضرت بالمسلمين لأنها ربما لم تراعي بعض الأشياء طبعا تعرضوا لحملات هائلة من التعذيب والقتل وكذا والنفي لكن كان أولى بهؤلاء الذين يصدرون مثل هذه الفتاوى أن يجهزوا جيوشا لتقاتل هؤلاء الظلم من الذين يقتلوا المسلمين المهم أن هذه قضية كما قلت لكم من البداية قضية نسبية تتعلق بحال هذا الوطن يعني لو علموا أننا بمجرد أن يغيروا الشريعة ويطبقوا أحكام الكفر في أرضنا سنهاجر إليها إذن سيطردوننا في كل أرض فليعلموا أننا سنرابط في أرضنا وإن خرجنا منها فهذا خروج مؤقت وهذا خلاف ما تدعو إليه الشريعة من الهجرة بالدين الهجرة بدينك إلى خارج هذا الوطن الذي استحل وحورب فيه الإسلام ولم يعد أرض إسلام وهذه طبعا مصطلحات شرعية هنا يأمر الله سبحانه وتأخرة أرض الإسلام وأرض الكفر هذه مصطلحات العصول متأخرة لا تقصد المحتوى يعني الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين إذا ضيق عليهم بأن يهاجروا بدينهم لأن الأصل هو العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى وليس الأصل الانتماء الوطني والانتماء الجغرافي كما يقرره كثير من العلماء الشريعة الهجرة الواجبة يا سيدي الهجرة الواجبة التي ذكرت في يعني مثلا في سورة النساء نعم وطولي يعني صار وصوله ذكرت أيضا في سورة الأنفال أيضا هذه الهجرة الواجبة الهجرة الواجبة التي تتجب على الناس على أعيان الناس على أعيان الناس يعني على كل واحد من الناس هي الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تمام أما الهجرة بعده فإنها تقاس بأحوال بعض الناس الذي قصد إيذاؤه يعني استهدفت بشخصه فلان استهدفت بشخصه وأنه سيقتل إن لم يخرج هذا يخرج وإذا لم يسمح له بأن يطبق شعائر الإسلام في بلاده على الوجه الذي يراه صحيحا هل هذا يهاجر في دينه أم يبقى من دون أن يطبق شعائر الإسلام على الوجه الذي يراه صحيحا لا يعني المسألة أصل أصل قضية هي ماذا هي أن العدو لو شعر أن هذا هو موقفك على سبيل المثال المسلمون في تركستان الشرقي يعني هل الحل قضيتهم أن ندعو هؤلاء حوالي أعظم سبعة ملايين تقريبا هكذا هل حلو أن ندعو هؤلاء إلى الهجرة وتركها للصيد أنا لا أحدث عن الهجرة أقصد بذلك سيدي أن هناك صورة أصلية صورة أو الهجرة الواجبة على أعيان الناس لا يقصد بها إلا هجرة الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة عما أن تصبح أما أن تكون عينية وفرضة على كل بلد يعني استبعدوا في حكم الإسلام فهذه ليست إلى الأصل ليست استبعدوا فقط في حكم الإسلام دكتور وإنما يضيقوا على الناس في تطبيق شعائرهم الإسلامية على الوجه الذي يرونه صحيحا من شريعتهم إذا ما ضيق عليهم ذلك ولم يعودوا قادرين على تطبيق الشريعة أو تحقيق مقاصدها في أنفسهم ومجتمعاتهم هل هؤلاء يخرجوا من هذه الأرض ويهاجروا إلى مكان يصبح وطنهم وليس ينسوا لا نقول أن ينسوا أرضهم وجذورهم لكن يصبح وطنهم الجديد لأن الإسلام فيه مصان هل هؤلاء يمكن لهم أن يهاجروا ويتركوا هذه الأرض لكي يصبح وطنهم حيث يصانوا فيه الإسلام وتعزز فيه شيء؟ فتاوى مختلفة من قديم فتاوى مختلفة حتى أنا فجيت أن عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة فكر في إرجاع المسلمين من الأندلس قال لأنكم في أرض محاطة بالكفر وأخشى أن ينفرد بكم العدو يوما ويفعل بكم كذا وكذا وفكر في هذا لكن الذين حوله قالوا له أن الناس قد استوطنوا وصاروا كذا وكذا فالمسألة كما قلت هناك فتاوى مختلفة في الموضوع هل يهاجر المسلمون من البلاد التي ينزل فيها العدو؟ لو سرت هذه الفتوى وتركت الفتوى الأخرى أنه يجب أن يرابطوا وأن يثبتوا وأن يقاوموا وأن يصروا وأن يحتالوا يعني المسلمون الذين كانوا تحت الحكم الروسي الحكم السوفيتي ما ضيق على ناس كما ضيق على هؤلاء في دينهم وأنتم تعلمون هذه القصص الطويلة فهؤلاء حاولوا يتكيفوا مع الوضع وأن يحافظوا على دين أولادهم بشكل أو بآخر فلما انزاح الكابوس الروسي بدأوا يتراجعون مرة أخرى وإن كان الكابوس الروسي قد ترك لهم أذيالا وأذيالا يعني كأنهم ما زالوا تحت نفس الضغط لكن على العموم الهجرة العامة من الأوطان هذه لا يفتي بها إلا واحد يعني ربما يعني يساعدوا الاستعمار على نشر فتاويه طيب دكتور يعني أنا لم أستطع ربما لتقصير مني وأرجو أن تصح لي لم أستطع أن أقتبس منك مفهوما واضح المعالم محدد للوطن الذي يرضى عنه الإسلام ويرضى به الإسلام أو أقصد يرضى من أفراده من المسلمين أن ينتموا إليه ويدافع عنه لكن الإسلام بمفهومه الحالي والحديث يستلزم من أبناء هذا الوطن أو الوطن بمفهومه الحالي والحديث يستلزم من أبنائه عقد راية الولاء والبراء على أساس هذا الوطن وعلى أساس من الأخوة الوطنية علما أنه قد يكون هناك ملحدون قد يكون هناك نصارى قد يكون هناك محاربون للدين من أصله هل يقبل الإسلام بهذا يعني يقبل بهذه الولاء والبراء عقد الولاء والبراء بين أخوة الوطن وعلى أساس الوطن يعني يرفع الانتماء إلى الوطن فوق الانتماء إلى الدين يعني مثلا نحن أبناء الشام نتحالف فيما بيننا ونوالي بعضنا ضد مسلمين آخرين حتى لو كان هؤلاء المسلمون الآخرون أكثر ارتزاما وتدين منه لكن لمجرد أنهم أبناء وطننا نتحالف معهم ونتولاهم نتولاهم ونعقد لهم راية الولاء وحتى نتبرأ ممن يعاديهم لأنهم أبناء وطننا هل هذا شيء غير مقبول طبعا ليس مقبولا طبعا هذا هو مفهوم الوطن الحديث هذا تقديم لا هو طبعا أنا ما قلت نقبل مفهوم الوطن الحديث كما هو ولكن الإقامة في البلاد قائمة على نوع من التعاقد أن تحفظ الحقوق بين الناس هذا هو المفهوم العام الذي يمكن أن نأخذ به لكن أن نرفع هذا الانتماء فوق الانتماء إلى ديننا وشريعتنا فهذا لا يكون ولكن لكم تذكرون حينما يعني تحدثوا أيام الحرب العراق حول قتال الجندي المسلم هناك ثارت مشاكل كثيرة هل للجندي المسلم أن يقاتل المسلمين في العراق تحت راية أمريكية هو مسلم أمريكي في الديش الأمريكي ثارت مشاكل كثيرة في الفاتوى منهم من أيد ومنهم من عارض المشيخ الكبار ولكن طبعا الراجح ورأي أنه لا يجوز هذا الكلام طبعا هذا هو الخلل الذي يحدث أو أننا نقدم الدائرة الأضعف على الدائرة الأقوى دائرة الانتماء إلى الوطن نقدمه لكن عموما مساكنة الآخرين المخالفين في الملة والدين والمذهب وأي شيء والقومية واللغة مساكناتهم قائمة على نوع من التعاقد على حفظ الحقوق والتعاون في صيانة هذا الوطن لكن أن نتعاون حتى أن نظلم كافرا هذا لا يجوز بمعنى أنني ليس لأجل الوطنية أظلم كافرا فما بالك بأن أظلم مسلما نعم هذا له بقية في الحديث لكن يجب أن نذب إلى فاصل الآن ثم نستكمل الحديث هذا فاصل أخير لنا عودة بعده بحول الله تعالى اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم دكتور اليوم في حديثنا عن الوطن كيف يتعامل المسلمون اليوم مع فكرة الوطن مع أوطانهم هل هم يعني إلى أي مدى هم بعيدون أو قريبون من مقاصد الشريعة هو حتى يعني كما تكلمت عن الدوائر كثير هذه حتى هذه الدائرة أضعفت للأسف بسبب الإنسان إذا شعر في مكان أنه يعني مهان في بلده أو في وطنه أنه لا تحفظ كرمته ولا يجد رزقه وأن هناك من يستولي على لقمة عيشه وهناك من يضيق عليه هناك من يعيش ملكا ويتركه يعيش على همش الحياة حتى هذه تضعف للأسف لكن عفوا دكتور حتى هذه تضعف لكن ومع ذلك ومع ذلك ترى كثيرا من المسلمين يتعصبون لهذا الوطن الذي لا مكانت فيه للإسلام ولا حرمة فيه للمسلمين يعني كيف تقيم تعامل المسلمين مع الوطن في هذا؟ هناك أشياء يعني صارت بداء كأنها بدائل عن الانتماء هذا الانتماء والانتماء إلى الأحزاب مثلا تجد الرجل في انتمائه إلى حزبي أشد عصبية من انتمائه إلى حتى عمو مواطنه أقصد أن نحن فقط لم نضع في الدائرة الكبرى في انتمائنا إلى الإسلام ما زالت الأمة على علاقة بدينها لا شك لكن اعتبار فكرة أن الفهم الإسلام مهيمن على تفسيرنا للدوائر الأخرى هذه غائبة بمعنى أنني أرى الأشياء من منظور الإسلام لا نبدل شيئا الله عز وجل غرسه في طبائعه لا نبدله ولكن ننظر إليه يعني انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجاهليون كانوا يقولون لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا وكانوا يقولون أنصر أخاك ظالما أو مظلوما النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا المفهوم ولكن عدله عدله وأزل عنه يعني اللون الجاهلي قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تكفوا عن الظلم فصارت المسألة أن هذه المفهيم لانتماءات يعني في عصرنا الحاضر هناك خلل في كل الانتماءات انتماءنا إلى ثقافتنا في خلل انتماءنا إلى ديننا في خلل انتماءنا إلى أوطاننا في خلل تعرفون فترة الغلو هي كانت فترة الامتداد القومي الامتداد القومي والذي كان يعني فيه غلو في مسألة الوطنية في بلادنا يعني كان النزعة العروبية كانت منتشرة في بلادنا وخير الناس العرب وفوق كل الناس والنزعة التورانية في تركيا وأيضا قبل ذلك في أوروبا طبعا هي التي صاحبت هذه النبتة نبتة القومية التي نشأت عنها النازية والفاشية وسائر صور الانتماء فالميول المتطرفة هذه ظهرت في أوطاننا لكن هي الآن خاملة شيئا ما خاملة شيئا ما وميراث الدولة الصغيرة بعد الحدود السياسية التي رسمها الاستعمار صرنا نشعر بأن هذا فقط وبيتي مصر فقط يا بيتي مثلا سوريا فقط يا بيتي كذا صرنا ننتمي إلى يعني كأن الخطوط الوهمية التي تسمى بالخطوط السياسية هي التي حكمت حتى أفكارنا فصرنا نشعر بأن أنا فقط من هذا البلد لكن يجب أن يكون الانتماء إلى الأمة والانتماء الأصلي والحقيقي الانتماء بالنسبة لانتماء المفاهيمي الانتماء إلى الملة عن الانتماء 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 إلى الأمة يستمع الانتماء إلى الملة والانتماء إلى الأمة ليمثل الحياة التي نحياها نحن نحن في داخلها نعم دكتور حقيقة الوطن بمفهومه الرهن هي فكرة فلسفة مأخوذة من الغرب من أدبيات الغرب السياسية واستوردها المسلمون إلى بلادهم ونصبوا لها كثيرا من طقوس القداسة كما هو معروف وتفضلت به قبل قليل لكن السؤال هو إلى أي مدى هذه الفكرة الوطنية أثرت على مفاهيم المسلمين وتصوراتهم الشرعية عموما المطلقة نحن في أحيان كثيرة نفكر بنوع من القطرية أكثر مما نفكر بنوع من الانتماء الانتماء الواسع إلى هذه الأمة كأننا بدلا من أن ننظر إلى الأصول التي الصورة الأصلية التي كانت عليها الأمة منذ توفي النبي عليه الصلاة والسلام أمة متواصلة بينها علاقات وصلات وكذا بدأنا نفسر الأشياء وننظر إليها بنظرة القومية خاصة تلاحظون هذا حتى في الأشياء حينما يكون هناك مثلا مسابقات رياضية تظهر هذه النزعات ويتشاجر هذا الفريق مع هذا الفريق حتى دولة مع دولة كذا تقع مشاكل كبيرة بين بعض الدول العربية وبعضها الآخر بسبب أن هذا الفريق غلب هذا الفريق فكأن هذه الانتماءات الصغرى صارت تمثل نوعا من العصبية البديلة عن العصبية الأصلية للملة العصبية الأصلية وهي الحمية يعني إن شئنا أن نقول أن الناس يسيئون فهم العصبية انتقلت من عمليها الأصلية الانتماء إلى الإطار العام والإسلام والدين إلى أن وظفت في الانتماء إلى البقعة الأرضية التي يعيش الإنسان فيها نعم أشرفنا على نهاية الحلقة لكن معنى دقيقة بماذا يمكن أن تتحدث مما لم نسألك عنه في هذا الموضوع بدقيقة من فضلك دكتور هو الحديث الذي باتهم به هذه الحلقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما كلم مكة فقال إني أعلم أنك أحب البلاد إلى الله وأنك أحب البلاد هناك صيغ مختلفة للحديث يعني وأنك أحب البلاد إلي ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت هذا الانتماء طبعا مع خصيق مكة طبعا لكن معذرة دكتور يعني هنا هذا ثمة من العلماء من يقول وكثر أن الانتماء النبي هنا ليس انتماء وطنيا وإنما هو في نص الحديث الذي رواه الترمذي يقول لأنك أحب أرض الله إلى الله يعني هنا المحبة محبة دينية لأنها أحب البلاد إلى الله وليس لأنه وطنه الذي عاش وليد فيه نعم يعني ربما يعني ينوب عن ذلك في بلادنا الأخرى أنها شهدت مجدا عظيما لهذا الدين فنحن يعني أنا أقول لكم يعني نحن لا نريد أن نقابل تطرفات الآخرين بتطرف مقابل بحيث نلغي هذا الانتماء نحن لا نريد أن نلغيه بل بالعكس نريد أن نوظفه في استعادة مجد الإسلام ولعله فاتني أن أذكر قصة سيدنا خالد بن الوليد حينما قاتلوا قاتل المسلمون المرتدين من بني حنيفة سيدنا خالد هزم جيشه في أول المعركة ماذا صنع؟ أمرهم يعني يجتمع كل أبناء أبن تحت رايا حتى نعلم من أين نؤتى فتشجيع هذه الأشياء والانتماءات لكي تقوم بوظيفة أمر من الشريعة يؤتي أشكرك شكرا جزيلا مرتين مرة للمشاركة ومرة أخرى لاتساع صدرك لأسئلة المعارضة شكرا جزيلا لكم دكتور نبيل مشاهدين الكرام وصنع إلى ختام هذه الحلقة أشكر في نهايتها دكتور نبيل الفولي أستاذ العقيدة والفلسفة شكرا الله لكم في حراسة الله وتوفيقه اشتركوا في القناة